رغم اعتبار الفلسطينيين أن اعتذار إسرائيل لتركيا خطوة مهمة على صعيد كسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع فإنهم استنكروا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو التي قال فيها إنه تم رفع الحصار عن الاحتياجات الإنسانية للقطاع وشددت فعاليات شعبية وسياسية في غزة على أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال على حاله مطالبين باستمرار الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحصار بشكل كامل وحقيقية ابتسامة هذا الطفل تنتصر على ما فيه من مرض وألم زين الدين ولد ومعه مرض خطير في القلب وقد حول حياته وحياة عائلته إلى درب من دروب المعاناة بعدما عجز الأطباء في غزة المحاصرة عن علاجه في ظل نقص الإمكانات السبيل الوحيد الذي كان أمامهم هو علاجه بمستشفى إسرائيلي داخل الخط الأخضر لكن ذلك يتطلب مواجهة تعقيدات أمنية مختلفة طبعاً إحنا العملية الأولى أخذت ست شهور حتى أعطونا التصريح والآن هو بحاجة لعملية عاجلة جداً مهمة جداً لكن للأسف يعني توصلوا معنا وطلبوا منهم إحنا نساعدهم حتى إنهم يساعدون الطفل زين الدين واحد من مئات الأطفال في غزة الذين يكابدون مرارة العلاج في ظل نقص الأدوية وتعقيدات المعابر حالات من وجهة نظر الفلسطينيين تنفي رواية إسرائيل التي تروج أنها رفعت الحصارة عن الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة ففي اعتذاره الهاتفي عن أحداث سفينة مرمرة قبل ثلاثة أعوام أبلغ نتنياه نظيره التركي أردغان أن إسرائيل رفعت الحصارة عن البضائع والمساعدات الإنسانية للقطاع يعني على أرض الواقع حتى الآن إسرائيل تمارس ضغوط بل تزيد هذه الضغوط هناك إغلاق اليوم لكل المعابر الحدودية معابر التجارية هناك أيضا تقليص في مساحة الصيد للصيدين وهذا وضع خطير ننتظر أن يكون هناك انفراج إلى حين حدوث هذا الانفراج يبقى الوضع على حاله ويبقى النصب التذكاري لقتل سفينة مرمرة أحد شهود هذا الحصار وأحد علامات الجهود الدولية لكسره تامر المسحال الجزيرة غزة فلسطين